السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا كلنا عارفين ان جماعة الاخوان المسلمين منهجها قائم على الجماعة ومن بعدها الطفان يعني مصلحة الجماعة فوق كل شيء وده شفناه وعاينناه بعينينا وقرأنا ايضا عن الامور اللي ما عصرناهاش ما فيش حد فينا الاو شاف وسمع مرشد الاخوان السابق محمد مهدي عاكف وهو بيتودد لايران وبيمدح في الحثيين بل وبيسيء للمملكة العربية السعودية وقت حكم الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله وكلنا كمان شفنا محمد مهدي عاكف وسمعناه وهو بيقول لو كانت مصلحة الجماعة مع الشيطان فنحن حلفاء الشيطان يعني الراجل باختصار بيكشف منهج جماعته وبيفضح نفسه امام العالم علشان بس اللي لسه بيحسن الظن في الجماعة او بيصدقهم تبقى اقيمة الحج عليه من افواهم هم النهاردة بقى ان شاء الله هنتكلم عن تعاون فرع جماعة الاخوان في لبنان المتمثل في الجماعة الاسلامية مع حزب اللات بقيادة حسن نصر اللات او ابي رغال ايه دا معقول وهو ينفع الزيت يختلط بالمية او ينفع نحط البنزين جنب النار هو مش برضو الجماعة الاسلامية دي المفترض يعني انها ضد المنهج الشيعي هو اللي احنا فاهمين غلط ولا ايه ما تفهمونا اخوانا انا عاوز حضرتك تركز معايا في الحلقة دي كويس اوي علشان هنقولك فيها خبايا عن جماعة الاخوان يمكن مش هتسمعها في اي مكان تاني وكله بفضل الله بالدليل الواضح عموما خلونا نحط عنوان لحلقتنا دي ونقول هل يستحوذ حزب اللات على اخوان لبنان فيلا نبدأ الحلقة بسم الله العلاقة اللي بين جماعة الاخوان وبين حزب اللات وايران علاقة ازلية يعني علاقة مش جديدة او حضرتك تفكر انها شغالة مثلا بقالها عشرة او خمستاشر سنة لا ده الموضوع قديم قدم انشاء الجماعة نفسها من ايام حسن البنة مؤسس الجماعة ذات نفسه لكنها بتظهر وبتختفي بحسب الحاجة يعني مثلا موضوع التطورات اللي بتشهدها العلاقة بين احد ابرز اذرع الجماعة في دولة لبنان اللي هي طبعا الجماعة الاسلامية اللي تم تأسيسها في فترة الخمس نيات وبين حزب الله اليومين دول مش جديدة ولا حاجة الموضوع زي ما قلت لحضرتك موضوع ازلي واللي اتنين تقدر تقول انهم وجهين لعملة واحدة وانهم حبايب طول عمرهم ماهدى اللي كنا بنقول لحضرتك عليه طول الفترة اللي فاتت وماكنتش بتصدقنا علشان كده لما شفت التقرير المصور اللي عمله موقع دوتش فيلا الالماني عن الجماعة وعن علاقتها بحزب الله وكأنها اكتشفت حاجة مخفية او حاجة جديدة انا ما استغربتش من الكلام لان الخلفية التاريخية اللي بين الاخوان والشيعة زي ما قلت لحضرتك ممتدة عبر تاريخ الجماعة ومن اول يوم لتأسيسها من ايام دار التقريب اللي عملها حسن البنة واللي قدر من خلالها يضم لها مجموعة من رجال الازهر الشريف بعد ما خدعهم ووقعهم في مصياته باسم التقريب بين المذاهب وكانت الفكرة دي من اخبث افكار حسن البنة الحقيقة من اجل فتح ثغرة في جسم العالم الاسلامي علشان يدخل من خلال هذه الثغرة الشيعة ويخترق السنة طيب تعالوا بنا كده مبدئيا نشوف الفيديو اللي نشره موقع دوتش فيلا وبعدين نكمل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على العلاقة اللي بتربط بين جماعة الاخوان وبين حزب اللات اللبناني خلافا بقى للي بيظنه بعض المساكين وخلينا نقول عنهم مساكين يعني مش مغفلين ولا ترطير ولا حاجة قبل كم يوم كده اطلعت على كتاب لأحد اصدقائي المتخصصين في الجماعات الاسلامية الكتاب اسمه بيت العنكبوت انا بنصح حضراتكم تشوفوه الكتاب بيتكلم فيه صاحبه عن عقيدة جماعة الاخوان بكلام تفصيلي ممتع الكتاب صاحبه الاستاذ الصحفي والباحث في شؤون الجماعات الاسلامية الاستاذ محمد يسري جايب في الكتاب تاريخ العلاقات المشبوهة بين جماعة الاخوان وبين ايران من مصادر ايرانية كمان يعني الراجل مش جايب حاجة من عنده ولا اي حاجة ده جايب شهادة واحد مشهور عندهم اسمه محمد علي اذر شب وده باحث ايراني معروف بيحكي فيه ان ازاي استغلت ايران الشيعية حسن البنة في تمرير مذهبها حتى بين الحجاج في بيت الله الحرام خلال فترة حضر دخول الشيعة للحرام بعد الكوارث اللي كانوا عملوها وازاي حسن البنة كان بيستغل مجلته لنشر افكار المذهب الشيعي داخل المملكة من اجل توزيعها على الحجاج داخل الحرام يعني حسن البنة كان بيمثل حصان طروادة اللي استغلوا الشيعة لاختراق الحرم واختراق العالم الاسلامي بل واختراق اكبر المؤسسات الاسلامية في العالم ومن بينها الازهر الشريف طبعا في مصر من خلال استقطاب بعض مشاهير الازهر المحبين للإسلام ايام ما كان حسن البنة لسه عايش وبالتالي انا عايز اقولك اوعى تتخيل ان جماعة الاخوان ممكن في يوم من الايام تكون بتسعى لخدمة القضايا الاسلامية او خدمة القضية الفلسطينية زي ما بيحاولوا انهم يصوروا ده للناس الاخوان عبارة عن حصان طروادة زي ما قلنا لاختراق العالم الاسلامي من كل المذاهب الهدامة طول عمرهم ومش ممكن الجماعة تظهر في اي بلد الا ويكون وراها الخراب والضمار والهلاك لشعب البلد ده زي ما شفنا في كل مكان ظهرت فيه او كان لها تأثير عليه تحت مزاعم الدعوة الاسلامية طارة وتحت شعارات الاصلاح طارة اخرى وبتظهر في اشكال وصور متعددة زي ما قال صادقنا مؤلف الكتاب اللي اشرنا ليه من شوية واللي وصفها ببيت شعر لابن عربي بيقول فيه لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلاني ودير لرهباني وبيت لأوثاني وكعبة طائف وألواح طورات ومصحف قرآني ادين بدين الحب ان توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني فانتهنا يا اخوانا امام اخطر جماعة واكطرها تلون في تاريخ العالم الاسلام بل ولا اكون مبالغا لو قلت في تاريخ البشرية كلها بل هي اخطر من جماعة الحشاشين اللي بالمناسبة الاخوان جيه عاملين دوشة اليومين دول على مسلسل الحشاشين اللي بيتعرض في مصر علشان المسلسل كشف الجانب السري الباطني اللي الجماعة ماشي عليه وكشف علاقتها بهذه الجماعة السرية الاسماعيلية الشيعية الأديمة فالفكرة زي ما حضرتك شايف واحدة وقديمة تعالا بقى نرجع لخبر دويتش فيلا الألماني وتطور علاقات الجماعة الاسلامية اللبنانية التابعة للإخوان المسلمين وحزب الله الإيراني أنا عاوز أقولك أن تزامن مع تقرير الموقع الألماني خبر تاني نشروا موقع الجماعة الاسلامية في لبنان مبارح الكلام عن استقبال الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ محمد قطوش للمستشار الثقافي للجمهورية الإيرانية في لبنان السيد كاميل باقر بحجة تقديم العزاء للجماعة في شهدائها اللي ارتقوا في مواجهة العدو الصهيوني ومنقشة المستجدات على الساحة اللبنانية والتطورات الجديدة في محور المقاومة اللي بيشمل بالطبع حزب الله اللبناني وأوجه التعاون بين الحزب والجماعة ده اللي جاء بالضبط في الخبر حسب موقع الجماعة طيب تعالا كده نعمل فلاش باك من شهرين ثلاثة بس بمناسبة شهداء الجماعة في مواجهة الاحتلال لإسرائيل طبعا حضرتك فاكر عملية اغتيال نائب قائد حركة حماس صالح العروري واثنين من رفاقه في العاصمة اللبنانية بيروت في غارة بطيارة مسيارة إسرائيلية في أول شهر يناير اللي فات قبل لقاء مماثل زي ده بينهم وبين قادة حزب اللات ساعتها كان فيهم مصيبة كشف عنها المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني وكانت أكبر في ضيحة ممكن تقول عنها وانت متطمن في ضيحة القرن لما قال إن عملية طفان الأقصى كانت جزء من عملية واسعة من تخطيط إيران في إطار الثقر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس قبل ثلاث سنوات في طريق مطار بغداد الدولي ساعتها لو حضرتك تفتكر الدنيا تقلبت لأن إسرائيل في الوقت ده نفذت قبل اغتيال صالح العروري اغتيال شخصية مماثلة على علاقة بالحرس الثوري الإيراني في قلب العاصمة السورية دمشق وده بيأكد إن الموضوع كان فيه تنسيق بين إيران وبين حماس علشان كده حماس وإيران سرعوا عن طريق وزارة الخارجية الإيرانية ومعهم حزب الله إنهم ينفوا كلام المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني وطلعت حماس قالت لا مستحيل إيران أصلا ملهاش دعوة بالكلام ده ولا كانت تعرف حاجة أصلا عن عملية طفان الأقصى علشان العالم ساعتها كان في صدمة لكن عداها بمزاجه علشان الموضوع ما يعملش أزمة أكبر وتكون كل دماء الضحايا الأبرياء في غزة من أجل الثقر لشخص واحد إيراني يعني جماعة الإخوان ومن بثق عنها من فرق وحركات وأحزاب وجماعات تحت أي مسمى بقى كل الحاجات دي أخوانا أو كل الأشكال دي تجار دين لا تعنيهم قضايا الأمة من الأصل ولا يعنيهم نصرة الأمة ولا يعنيهم قضية فلسطين ولا الشعب الفلسطيني ولا يعنيهم أي شيء سوى مصالح جمعتهم ودينا شفنا من خلال التقرير اللي قدمناها لحضراتكم في الحلقة دي علاقتهم عاملة إزاي بإيران وعلاقتهم عاملة إزاي بحزب الله يعني كلها دائرة وهم داخل هذه الدائرة أو تقدر تقول كده إن كلهم بينفدوا على بعض الحركات دي كلها بتنفد على بعضها كلهم بيخدموا بعض ضد بلادنا وضد استقرارنا وضد أمننا ربنا يحفظ بلادنا كلها من كل شر ويوفق حكامنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة